تانجا نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب سامعكم المرابط عبدالسامد الكاتب الإقليمي الجامعة الوطنية الصحة المنضوية تحتالي والاتحاد المغربي للشغل شكراً للموقع تانجا نيوز على الاستضافة الحديث حول موضوع الذي يهم الساكنة في المدينة تانجا عموماً ويهم عموم الشغيل الصحية بالإقليم وخصوصاً المغطفين بالمركز الاستشفائي المحمد الخامس كما يقولون على إتر مجموعة المعلومات ومجموعة الأخبار التي تتداولوا الآن حول إعادة التهيئة المستشفى الجهوي للإصلاح له هذا ما أثار المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل لإعادة مجموعة الاجتماعات ويتداول ويتقصي الحقيقة حول الإصلاح وإعادة الهيكلة لهذا المستشفى هذا وعلى إتر ذلك تم تشكيل واحد اللجنة المواكبة التي هي مشكلة من المكتب الإقليمي والمكتب المحلي للمستشفى بعد التقصي والبحث عن المعلومات لأنه كما يقولون نحن نقابل لمواطنة نقابل لتدافع على الشغيل الصحي وكذلك تدافع على المواطن وتدافع على عموم الطابقة العاملة في هذه السياق تقريبا تأكدنا بالملموس وتأكدنا باليقين بأن هناك نية لإصلاح لهذا المستشفى هذا وبالمناسبة نحن مع الإصلاح مع الإصلاح دي المستشفى الجهاوي دي المحمد خامس وكنا ننادي بذلك قبل ذلك كما يقولون نحن قبل من هذه المناسبة كنا نناديه بالإصلاح دياله لأنه أصبح في واحد المستوى ما يقدمش الخدمات الصحية بوحدة جودة عالية صحيح يقدم خدمات صحية والأطر الصحية بكيقوم بوحدة المجهود كبير من أجل تقديم هذا ولكن الظروف لا تساعد على تقديم تقديم هذه الخدمات الصحية بجودة مناسبة وجودة تليق بالمواطن المغربي والمواطن الطنجوي خصوصا دونك على إتر هذه الأخبار كما يقولون وعرفناها بأنها تقريبا شي بصحيحة وبأنها مؤكدة اجتمعت هذه اللجنة المواكبة وصدرنا وحد البيان اللي كنقولوا فيه للمسؤولين للمحليين للإقليميين للجهويين للوطنيين بأن عليكم بأنكم تنهجوا واحد المقاربة تشاركية حقيقية وما تنهجوش لنا هذه المقاربة التشاركية الصورية أو لا كما كنقولون غير من أجل تأتيت المشهد نحن هنا في الاتحاد المغربي للشغل ونحن أول ما نطرق لهذا الموضوع هذا بالمدينة ولأن الإخوان دينا لابل في المكتب المحلي دي المحمد الخاميس للمكتب الإقليمي قاموا بوحد دور كبير صراحة الله باش يعرفوا المعلومات وصدرنا هذا البيان كما قلت لك اللي شرنا فيه الثلاث نقطة لأكتر هي النقطة الأولى هو تأييد دينا على أن خصيكونوا الإصلاح دي المستشفى وكذلك الإصلاح دي المؤسسات الاستشفائية ولا المراكز الصحية اللي في المدينة باش يقدموا خدمات صحية النقطة اللي هي الثانية هو كما قلت لك الدعوة دينا للمسؤولين باش الإشراك دينا منذ البداية ماش يحتل المرحلة الأخيرة والنقطة الثالثة هو عدم المساس بالحقوق كما كيقولوا الحقوق ديال الشغيلة الصحية لأن هذا ما يؤثر على الاستقرار للأساري والمهني ديالهم كما جاءت في الجملة بأن المساس بالاستقرار الأساري والاستقرار المهني ديالهم فهو خطون أحمر فهذا السياق هذا فهذا السياق هذا تم كما كيقولوا التفاعل كبير مع البيان ديالتحاد المغربي للشغل لا من طرف المسؤولين للمحلية للإقليمية للجيوين صحيح بهذا المناسبة نشكرهم لأن جميعهم تواصلوا معنا ويطمئنوننا كمنظمة ديالتحاد المغربي للشغل بأن سيتموا إشراك ديالنا الفعلي وبأنها ستكون بتنسيق بين الفرقاء الاجتماعيين والمسؤولين لوضع خارطة الطريق للإخوان ديالنا كما قلت لك في اللجنة في هذه اللجنة اللي تم تشكيل ديالها هذه اللجنة اللي تم تشكيل ديالها ديالتحاد المغربي للشغل لمواكبة هذه الميل في هذا ونكبل الآن بأن كما كيقولوا باش تتعدل واحد البلان ستراتيجي ولتعدل واحد كما كيقولوا الكيفية ديال الإخلاء ديال المستشفى باش ميكونوا شي هناك ضحايا باش ميكونوا شي هناك تعسف وفي هذا السياق الحمد لله الآن بأن تقريبا نقول بريسك سالينا هاد البلان داكسيون سالينا كما كيقولوا كيفاش طريقة باش يتنقلوا ذاك الناس باش يمشوا يخدموا في ضروف ملائمة نقطة أخرى اللي اللي نحن نؤكدوا عليها واللي هضرنا مع المسؤولين عليها بعد الاتصال ديالهم بنا بأن باش ميكونوا شي تداخل الاختصاصات بين الناس اللي عيبشوا من المركز السيشفائي ديال محمد الخامس الى المراكز الاخرى باش ميكونوا شي هادك تداخل بينتهم باش يكونوا يخدموا كفارق واحد باش يكون انسجام بينتهم وهذا ما نحاول نؤكد عليه الاسبوع المقبل ببداية الاسبوع المقبل عيكون جتماع آخر ديال هاد اللجنة هادي باش نعرضو على الاخوان ديالنا لا في المكتب الاقليمي لا في المكتب المستشفيات والاخوان اللي في اللجنة على كيفية ديال التنقل الى هاد الناس كيف شخصهم يتنقلوا باش يتم المصادقة عليها و باش نحن حتى يتم وضعنا طالب اللقاء للمسؤولين جميعا باش ينطلقوا معهم ويكون ذلك شي كيمكن يقولوا رسمي هذا هو السياق العام اللي جات فيه لهاد الاخبار حاجة اخرى هو كما جاء في البيان ديالنا بانا كنقولوا لا يمكن الماساس بالحقوق ديالشغيل الصحي وكذلك هو ديال صحة ديال المواطنين صحة المواطنين تهمونا كي ما جاء في البيان ديالنا هي من اولويات اولوياتنا كي نجوج للحاجات اللي هي الحاجة الاولى هي الشغيل الصحية وصحة المواطنين كيف يعقل بانا المستعجلات ما تكون شي فوسط المدينة ويتم التنقل ديال الناس خارج مدينة باش يتقدم لهم الاسعافات الاولية كنظرنا على الاسعافات الاولية هاد النقط كامل تقريبا نحاول الان باش نعالجوها مع المسؤولين نتمنى ان تكون هناك استجابة فعلية استجابة فعلية باش ميكون شي كي ما كيقولوا ميكون شي الاحتجاجات وميكون شي خصصا في هالدرفية اللي كيعيشها الوطن ديالنا كي ما قلت بان هاد الاعادة ديال التهيئة ديال المركز ديال محمد الخامس ديال طانجا هو سعما الاخبار التي تتداول الآن بان سعما اخصوا يتسد قبل نهاية ديال هاد السنة هادا وبداية الاشغال ديال الاعادة تكون في بداية سنة المكملة ديال يناير الفين وعشرين هادا كي شكل لنا وحد العائب وكي احنا كنقابة بان الحقوق ديال الشغيلة بان خصوة تكون محفوظة وعدم المساس بها وفي هذا السياق هذا بان احنا يوضعنا واحد تصور عام تصور شمولة الكيفية ديال الاخر مجموعة ديال سيربيس زيما اللي ما يكون شي فيهم زيما ان نحن في التصور ديال ما يكون شي فيهم مشكلة مثلا المادر من ذا الويلة دا مثلا دياليز مثلا دياليز ولكن اللي هو نحط عليه ولي كنقابة مواطنة ومنصحات المواطن فممكن المستعجلات على المسئولة للإقليمية للجهاوية للمحليين يجبروا مكان مناسب لها لكي يشتغل لها في وسط المدينة تكون قريبة المدينة لا يمكن القدموا الخدمات التي هي صحية بسيطة للمواطن ويضرب عليها مسافة بعيدة وفي هذه المناسبة من المنبر لكم يجب أن نحط المسئولين بالقليمية والجهاوية لكي يفتح المراكز الصحية اللي بقى مغلوقة منذ سنين مثلا المركز ديالعلي الفاسيل اللي حد السعالم يشتغل وهو عنده يقدر يقدم خدمات صحية كبيرة المواطنين مجموعة المراكز اللي خسوم يتفتحون وهناك مراكز أخرى تدعيمها بالأطقوم الثبية والتمريدية والإيدالية مثلا عندنا المراكز الصحية اللي كانت شهدوا خاصة كبيرة في الأطقوم الثبية والتمريدية والإيدالية لك بهذه المناسبة كما قلت قبيلاتي وكما نعود الآن بأن المستعجلات في وسط المدينة قريبا في المدينة ممكن شيء يبقى المواطن لخصوق خدمات بسيطة جدا يبقى يبشي عليها حتى المراكز اللي بعيدة خارج المدينة برش شوف التصور ديرنا كما قلت لك حنا الآن في المراحل الأخيرة الوضع التصور كان قابا اللجنة اللي هي كتشتغل على هذا التصور فبالنسبة كما قلت لك مصلحة الولادة من الأحسن لم يكن محمد السادس ولكن لم يكن كاملا لذلك كان لدينا اقتراح آخر بأن القرطوبة يبشي الوصف المستشفى والبولوك هذا هذا اقتراح لأن الأخوان الذين يعملوا على هذا التصور ويجبون برد زيادة لأن لدينا اجتماع التصور كنقابة كنقابة هذا هو التصور لحفظ الكرامة للشغيلة الصحية وكذلك نأخذ بها الاعتبار الصحة المواطنين بأن المواطنين قد تقدم لخدمة لائقة وهو كما قلت سابقا في الأول بأن نعتبر حقوق للشغيلة الصحية وصحة المواطنين أولويتي أولويتي صحة المواطنين تهمنا كثيرا مرحلة لتحدي المركز السيشفائي المحمد الخامس لتقدم خدمات لائقة لأن الحالة التي تحتاجها الآن لا يؤمن الشغيلة أو الممرضة أو الإدارة أو الإدارة لا يقومون بجهود كبير من أجل تقديم هذه الخدمات ولكن المساكن لأن الظروف لا تساعدهم هذا هو من الموسيقى وإمام